محمد علي على مصر وعندما أزاح علماء الإسلام والأظهر من النظام السياسي ومن قيادة البلاد ومرت مصر بهذه اللحظة في عام 52 عندما تغير النظام المصري تماما ونحن في مرحلة نفسرية في تاريخ مصر إما أن يكون النظام السياسي يعبر عن هوية مصر الهوية الإسلامية العربية وإما أن ننتكس على أعقابنا وتعود مصر إلى العلمانية أو إلى الاشتراقية أو أن تظل مصر في التبعية الغربية تابعة لأمريكا والغرب نحن في مرحلة حاسمة ينبغي على شباب هذه الأمة أن ينتبهوا لهذه المرحلة إما أن نكون أوفياء لهذا الدين العظيم إما أن نكون أوفياء لهويتنا الإسلامية وإما أن نسرق وإما أن يستولي على مصر أعداء الخير أعداء النجاح أعداء مصر الإسلامية فأي لحظة حاسمة تحتاج منا إلى كل اليقظة وإلى كل القهد نعم فلا قهد بدون وعي فهما ينبغي أبدا أن نبذل القهد بدون وعي والوعي منا يتطلب في هذه المرحلة أولا الوحدة بين كل أطلاف الطيار الإسلامي فلا ينبغي لنا أن ندخل إلى هذه المرحلة الحاسمة ونحن منقسمون متفرقون وأعداءنا كلهم يد واحدة ضد من؟ ضد هوية هذه البلد ضد نظام هذه البلد ضد استقرار هذه البلد أول شيء ينبغي علينا أن نعيه وأن نعمل له هو الاتحاد بين كل أطلاف الحركة الإسلامية نعم هذا الاتحاد ينبغي علينا فيه أن نخلص النية لله تبارك وتعالى فما يكون لنا أن نتحد بدون إخلاص ولن يكون الاتحاد إلا الإخلاص هو قائده ومن ترك الإخلاص لن يتحد ومن تمسك بحزبية أو بعصبية أو بفعوية أو بمصالح خاصة لجماعاته أو حزبه فقد ترك الإخلاص نعم ينبغي علينا في هذه المرحلة الحاسمة أن نتجرد لله وأن نخلص النية لله وأن نضع أيدينا في أدبعض وبفضل الله تبارك وتعالى أتم إخوانكم في حزب النور والأصالة اتحاد تام وتنصيق تام في هذه المرحلة في مرحلة الانتخابات ونتمنى وكنا نتمنى أن يكون الأطياف الإسلامية كلها المتحدة ولكن ما زال الطريق لذلك صعبا وما زالت فيه أشواك تركها كثير منه الهوى والمصالح تركها كثير من تحليلات ورؤى سياسية ترى أننا ينبغي علينا أن يكون لكل وجهة وأن يكون لكل منا حزبه هذه رؤى ولكن الرؤية الحقيقية أنه ينبغي على كل المسلمين أن يتحدوا في هذه المرحلة الحاسمة النقطة الثانية وهي المرحلة الثانية وهي الانتخابات البرلمانية القادمة هذه الانتخابات البرلمانية سوف تضع أول برلمان حر في تاريخ مصر حر يأتي عن طريق إرادة شعب هبى في يوم 28 يناير يعلن رفضه للظلم يعلن رفضه للاستبداد يقاوم طاغية لم يسبق لمصر أن حكمت لمثل حكمه ثلاثون عاماً من الظلم والاستبداد والقهر والسجون والمعتقلات وكل ذلك ضد من ضد من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثلاثون عاماً من المعتقلات والكبت والقهر والظلم والطغيان والتضييق نعم ثلاثون عاماً مرت على هذا الشعب في كبت واستبداد قمع للرأي ولكن هذا الشعب العظيم هبى من سباته في يوم عظيم ليس يوم 25 ولكن اليوم الفصل والله لقد رأيته رأي العين إنه يوم الجمعة 28 يناير عندما خرج الشباب يضحون بأرواحهم من أجل أن يتحرر هذا الشعب العظيم من فرعون قثم على صدر هذه البلاد يبطش ويسرق ويفسد كيفما شاء المرحلة الحاسمة مرحلة تلك الانتخابات وأنت حر الآن لا أمن دولة ولا مخبرين ولا معتقلات أن تحر أيها الإنسان أيها المصري أن تحر تذهب إلى صندوق الانتخاب بحرية تامة والأمانة في عنقك تختار الأمناء على هذا الوطن الأقوياء الصالحين الذين يستطيعون أن يعبرون عن رأيك ويعبرون عن هذا الشعب العظيم في مرحلة حاسمة ويؤسسون لبرلمان يصدع لهذه الأمة بهويتها ويقر دستورا يقر هويتها هذه الأمة الإسلامية العربية لا دستورا غربيا لا دستورا أمريكيا برلمان يحرر مصر ويحرر شعب مصر من التبعية والذل الأمريكان من التبعية والذل لإسرائيل من التبعية والذل للغرب نحن في مرحلة حاسمة لا أريد أن أطيل عليكم فإنه ربما كان وقتي من الحديث قصير وأرى ورقات كثيرة ولكنني أنا أسمع كلام دكتوري شهيد ولكنني أقول بكل وضوح أننا في هذه المرحلة الحاسمة الأمانة في أعناقنا شديدة والله إنها لأمانة إما أن يؤسس لنظام مستقل حر وطني يعبر عن هوية هذه البلد وإما أن نعود لنتكس في ظل تبعية الأمريكان نعم وانتقل من هذه إلى النقطة الثالثة التبعية للأمريكان إن أشد ما يقلق الأمريكان والغرب ليس الطيار الإسلامي بعنوانه فقط ولا فزاعته إنما والله المطبول الحقيقي هو نظام مستقل نظام متحرر من التبعية للأمريكان والغرب نظام مستقل وطني لذلك يدبرون المؤامرات في البنتاجون يدبرون المؤامرات لمصر والخطط والفتن والمؤامرات وما حدث في مسبير يوم 19 وما يحدث غيره من انفلات أو غير ذلك قل لها خطط الأمريكان إنهم يريدون نظاما عميلا تابعا فلقد بكوا على حصد مبارك الدموع ولكنهم يبذلون قصار قهدوم ليعود حصد آخر يحكم مصر والله لن يكون هناك في مصر حصد آخر يحكم مصر بالاستبداد والطغيان وأذكر الناس بما تفعله المخابرات الأمريكية نعم فعندما تولى مصدق في إيران الحكم وأزاحشاء إيران وحرر البترول وأزاحة وأمم البترول من سيطرة الأمريكان عليه ما زالت المخابرات الأمريكية تخطط وتدبر بعد أن تحرر المال والبترول الإيراني من التبعية الأمريكاني بالخمسينات حتى عادوا بشاء إيران مرة أخرى إلى حكم إيران وإني والله على يقين أن المخابرات الأمريكية تخطط لعودة حصد مبارك آخر بوجه آخر بشكل آخر يخترق الأوطنية المصرية يخترق الاستقلال المصري لكي يحكم بالتبعية الأمريكان ولذلك يخططون المؤامرات ويدفعون بالأجندات عبر بعض الناس في الإعلام العميل أو بعض المؤامرات هنا أو هناك كي يخترق هويت هذا الوطن ويؤثر على مسيرة الحرية والاستقلال لشعب مصر ولكني والله أختم كلامي أن هذا الشعب العظيم هذا الشعب الحر الذي عرف طريق الحرية بإذن الله الواحد الأحد لن يرجع أبداً للاستبداد لن يرجع أبداً للظلم والقهر لن يرجع لأي حص مبارك آخر ذلك فضل الله تبارك وتعالى فتمسكوا بحريتكم تمسكوا بدينكم وإن والله لصابرون وصامدون على أن نحقق لهذه الأمة الأمانة التي في أعناقنا ونحررها من قيد التبعية لكل الأجانب ولكل نظم الغرب العميلة وسوف تكون مصر بإذن الله حرة مستقلة عربية الإسلامية هكذا عرفات تاريخ وهكذا تعود بإذن الله وشكراً لكم